يلا السلام عليكم جميعا يعطيكم ألف عافية ذكرتتنا والله يحميكم على طول وإن شاء الله دائما صحتكم منيحة وما تتعرضوا لمشاكل صحية ولا غيرها هلأ الموضوع علي حنحكي نحن عن الحماد والقلاء فكرت أنا نعملون محاضرتين اليوم المحاضرة بنعطي شوية مبادئ فيزيولوجية شوي شوه هو الحماد شوه هو القلاء لطريقة المعاوضة طبعاتهم وأسبابهم وإن شاء الله السبت أو الأحد واتبيلنا الدكتور وسيم نعمل حالات تفاعلية والحالات التفاعلية بتكون عن أمور يعني نعطيكم قصة مرضية منبلش فيها منتفاعل منشخص إذا في حماد أو قلاء وكيف المعالجة طبعاتها بتصير بتثبت بمخنة أكتر من أنه تكون مواضيع جافة بس نحن نعطيكم كم يوم تقدر ترجعوا تراجعوا الموضوع اللي حكينا عنه شوي شوي معقق بس متى ما فات بالمخ وطريقة المعاوضة بتصير الأمور سهلة ونمشي فيها خطوة خطوة فهلأ أول خلينا بس سكر هاي هلأ شوية موضع فيزيولوجي عن الحماد والقلاء ليش نحن منستخدم دائما الـ pH دائما نقول في واحد عنده حماد أو قلاء منطلع على الـ pH الـ pH هي بالحقيقة ترمز لمستوى الـ hydrogen ions لمستوى الـ hydrogenات اللي موجودة بالدم إذا طلعتوا على هذا المربع اللي تحت بتلاقوا أنه التركيز الـ hydrogen منخفض جداً يعني 40 نانو مول باللتر اللي هو صعب قياسه جداً فإذا بدنا نقيس نحن الـ hydrogen ion هي بحقيقة اللي بتحكس الحماد وإنما ممكن أخطاء صغيرة كتير تأثر على التشخيص تبعاتنا فاستعدنا نحن عن تركيز الـ hydrogen بالـ pH الـ pH هي الـ minus log تبع الـ hydrogen الـ pH رقمه كبير يعني متون معكم تشوفوا 6.8 7.1 فحتى التركيز اللي مختلفة ممكن نلاقيها هون بينما هي بالنانو مليموم رقم كتير صغير فنحن هلأ منتبنى أنه الـ pH هي المعيار اللي منشوف فيه إذا واحد عنده حماد أو طلاق الطبيعي منقول 7.4 طبعاً بين 7.3-5 7.4-5 بتكون الـ pH طبيعي هلأ ليش دائماً منطلع على الـ pH؟ إذا نزلت تحت 6.8 أو فوق الـ 8 طلعت بيموت الواحد لازم تضل بحدود طبيعية الشغلة الثانية المهمة أنه في كتير أنزيمات بالجسم ما بتشتغل إلا بحدود الـ pH الطبيعية إذا الـ pH عندية أو نزلت ما بتعود الأنزيمات بتشتغل الشوارد تتأثر كتيراً بالوضع الحماد أو القلاء هلأ متنا بنعرف الـ potassium والـ hydrogen بيمشوا بعكس بعضهم تقريباً بالخلايا بما معنى إذا واحد عنده حماد مثلاً صارت الـ hydrogen بالدم عالية كتير بتقوم حاول الـ hydrogen تفوت جوات الخلايا تتخبى مشان تنزل نسبتها بالدم البوتابسلوم بيطلع عواضة فهدول بيفوتوا بعكس بعض فإذا صار في عنا الحماد عالي كتير بيبلش هالحمض كله بيفوت جوات الخلايا بيطلع البوتابسلوم مرة ممكن يوصل لمقاييس خطيرة جداً الكالسيوم كمان شا أريدت تتأثر كتير الكالسيوم له نوعين هو بيكون يا بيكون شوارد بيسموه الـ ionized calcium يا بيكون متحد مع البروتين فإذا صار في عنا قلاء بيتحد الكالسيوم مع البروتين بتقوم الشوارد تبعاته اللي بيسموها الـ ionized بنخفض مستواها جداً بالدم ممكن يصير في واحد عنده تكزوس وعراض نقص الكالسيوم فمشان هيك ضروري إنه يكون الـ PHB ضمن حدوده الطبيعية الـ PH كمان بتأثر على وظائف الهرمونات والـ PH كمان موما بتأثر على العزام اللي عندهن أمراض كلية بتلاقي عندهن تصير الأعظام تبعاتهن بتصير هالشي وبتنحل السبب إنه الحماد بيتحد مع الفوسفور يلي بالأعظام مشان يتروح بنسبة الحماد اللي بالدم بتقوم بالأعظام كلاياته بتفخر بيروح الفوسفور منه هلا وتعمل نحكي وتم نحكي على البفر أو الدواري هلا شوفوا هاي المعادلة الأولانية والمعادلة الثانية بدنا ننتبه شوي نقضي شوي توقتي عليهن إذا بتشوفوا في عنا الحماد هذا الـ H2CO3 الحماد الكربوني هذا اللي منسميه ممكن ينحل بطريقتين ممكن يصير شوارد هيدروجين عما تشوفوهاي على اليمين ممكن يصير شوارد هيدروجين وبيكاربوني وممكن يصير CO2 وH2O هلا اللي بيأثر شو هو مستوى الـ H2O وبيكاربوني مفهود يكونوا هدول أد بعضهم هلا إذا صار في عمنا حماد كتير واحد صار في عنده طريقتين ما عطينا مثلا حماد كتير صار في عنده الـ H2O بيقوم بيبلشوا بيتحد مع البيكاربوني بيعمل هالحماد الكربوني هذا الـ H2CO3 وبينحل بالماء بيصير بيعمل CO2 الجسم اللي يتخلص منه بيصير المريض بيتنفس بسرعة لا يخلص منه فبهالطريقة عم تمشي المعادلة بهالاتجاهات وطبعا ممكن تمشي باتجاهات تانية إذا واحد صار في عنده نقول آزمة ولا عنده COPD مع مدل يتنفس الـ CO2 تبعاته طلعت عالية مشان ما تضل هاي عالية ودوقف تنفس تبعاته بيصير تبتحد مع المي تعمل هالحمد الله هذا الكربوني وبيتفتت الـ CO3 والـ H والهال المواد هدول إذا زايدين تتخلص الكلية منهم أوكي فمعناها في عنا نحنا اتجاه ممكن تجي باتجاه الرئة لو ينزل الـ CO2 لنخلص من الـ CO2 الطالع أو ممكن تمشي بهالاتجاه يلي هو بتاخده بقى الكلية ممكن تتخلص من هايبروجين أو ممكن تتخلص من بايكاربونت مشان نتخلي الأمور طبيعية هلأ المعادلة الثانية اسمها الـ Henderson Hasselbach هاي المعادلة أنا بثبت بياكن تنبهو إنه هي الـ pH نسوها هلأ 6.1 بس ما تنعم نشوفها هي الـ log الـ Bicarbonate تقسيم الـ PCO2 فإذا أخدناها نحنا بشكل كسر نقول الـ pH معادلة لكسر الكسر الرقم الفؤاني هو الـ HCO3 والرقم التحتاني هو CO2 معناها إذا طلعت الـ Bicarbonate وبتطلع الـ pH إذا نزلت الـ Bicarbonate تنزل الـ pH إذا طلعت الـ CO2 بتنزل الـ pH ما هيك؟ لأنه بالكسر عنا بالمقلوب فهلأ بنرجع بنطلع عليها هاي بنرجع نحنا نعملها بشكل مبسط نحط الـ pH عبارة عن كسر الرقم الفؤاني هو الـ HCO3 والرقم التحتاني CO2 لنشوف كيف المعاوضة بتصير بس بها يخليها ببالكن هلا متل ما حكينا أنه الرقة تتخلص من CO2 أو تحبس CO2 والكلاوي تتخلص من الـ Hydrogen أو والتخلص هو من الـ Hydrogen هو نفس الوقت حبس 1-HCO3 يعني دائما كما بتتخلص من الـ Hydrogen بتكون حبسة HCO3 معندا وفيه شغلة مهمة تانية الكلية بتتخلص من الـ Hydrogen بعمل الأمونيا هلا حننمرو على سلايدين ما حنقضي كتير وقتا عليهم بس بدي ورجيكن إنه شو بيصير بالكلية بشكل مبسط هلا الـ Bicarbonate عددها كتير كبير بالدم حوالي 4800 مليون مور بنهار معظمها يمتص خلال الأمبوب القريب هلا وفيه عندكم هون الكو بيبي بتكون هاد الأمبوب القريب هاي الـ Henley عروة Henley وهذا الأمبوب البعيد والقنوات الجامعة فالأمبوب القريب يمتص تقريبا كل الـ Bicarbonate أو حوالي 80% من الـ Bicarbonate وإذا كان مستوها قليل ممكن يصير الانتصاص حوالي 90% يعني يقول له قدرة من المعاوضة هلا فيه أحيانا مرض الكلية ما فينا تمتص الكلها الـ Bicarbonate بتصير تمترح يعني بصير فيه عنده حد لأمتصاص الـ Bicarbonate قد ما عطيتم هون بيضلوا بيشروا بزيناتهم هاي بصير فيه واحد عنده حماد طبعا لأنه الكلية عم تتخلص من الـ Bicarbonate معناها الـ Hydrogen عم تصفى بالدم فهذا اسمه نوع من الحماد الأمبوبي الكولوي بيسمو RTA يعني Renal Tubular Acidosis هدولي ممكن يعني نحكي عليهم الجلسة القادمة بس يعني بخليها بس انو ببالكن في عندك الـ RTA Type 2 يلي هو هاي عم تتخلص منن في عنا وظيفة الكلية إذا أخذنا هذا السنايد يلي عاليمين مثل ما عما تشوفو هون الكلية وقت بتكب HCO3 بتكون عما تحبس Hydrogen أو إذا كبت هذا Hydrogen بيكون صفيان أفاها HCO3 ما هيك هلا رجعنا حكينا إنو الـ H إذا أخذنا H معناها كبّينا HCO3 وبالمقلوب هلا هون التفاعل بدي تنتبهوا عليها لأنو هاي إلا علاقة كتير بالحماض الاستقلابي في عندنا هون إنزيم اسمو Carbonic Anhydrase Carbonic Anhydrase هذا اللي بيساوي بيكب الـ H على حساب Sodium وقت بيكب الـ H وبتفوت Sodium لجوات الخلية بتقوم بتفوت Sodium Bicarbonate بتفوت لجوات الدم هذا في عنا هون اللمعة هون في عنا الدم فبيصير فيه تبادل هون مثل Pump الـ H الـ Hydrogen مع الصوديوم لأتنينات هون شوارد إيجابية ما هيك إذا واحد نزل اللمعة بيفوت عليه واحد بتضل الشوارد المتعادلة عن الطرفين فهي الواحدة من الطرق يلي الكلية ممكن تاخد فيها تكب فيها الـ Hydrogen تاخد الصوديوم الصوديوم بيتحد مع الـ Bicarbonate وبيفوت لجوات الخلايا هلأ ليش هاي عناها نحنا شغلة مهمة لأنه أحيانا بيكون الواحد عنده مستوى عالي من الصوديوم والمي بالدم بيسموه فرط إماها يعني إذا عنده الصوديوم Bicarbonate والمي عالي كتير بجسمه بتكون الخلايا مشبعة بالصوديوم فما بيعود فينهم يفوتوا الصوديوم تاني بيقوم ما بيعود فينهم يتخلصوا من الـ Hydrogen بيقوم بصير في عندهم حماد بواحد إذا عبي مي بصير في عنده حماد والعاكس صحيح إذا في واحد عنده متجفف مستوى الصوديوم بالدم وات كتير بصير بده يشرق كل شي فيه صوديوم من اللمعة لحتى يفوتها لجسم بيطرح الكثير من الـ Hydrogen بيصير في عنده قلاء لأنه طرح الـ Hydrogen وأخذ الـ Bicarbonate فدائما في شي اسمه Contraction Alcalosis التقلص تقلص الحجم القلائي وفي شي اسمه التمدد الحمضي إذا واحد عنده إماها زايدة بيكون في عنده نسبة حمض ما لعالية كتير هي بس بيكون في عنده حمض وإذا في واحد عنده تجفف غالبا بيصير في عنده قلاء وطول ما استمر التجفف بيضل القلاء عما يتكرر ما بتخلص من القلاء لحتى تعطوه للمريض سوائل متى ما صار فيه سوائل بتروح إياه قصة هالسوديوم هذا بيقوم بيرجع القلاء لمستوات طبيعي فما بتعطوه حمض وانتو بتعطوه سوائل بتتطلح هالآلية فهلأ بنرجع للكلية الكلية عنده طريقة انه تكب هالهايدروجين مقابيل السوديوم وتفوته في عنده طريقة تانية انه بس تكب الهايدروجين عن طريق الATP وهذا مرض تاني كمان هذا ال-RTA type 1 إذا الكلية ما عنده هذا الانزيم اللي ممكن تكب فيها الهايدروجين بنحبس الهايدروجين بالجسم هذا كمان هذا المريض ما فينه يطرح الهايدروجين بيضل البولة بتضل عنده ال-PH تبعه عالي أكثر من 5.3 لأنه قد ما عطيته هيدروجين ما عم يقدر يكبون بيضل هون ال-PH عالي 5.3 بينما بقيت الأمراض ممكن تكب الهايدروجين فبتلاقي ال-PH تبعاته ممكن تنزل إذا في عنده حماد هدول قد ما عنده حماد بتلاقي البولة تبعاته نستات شوي على وتطلع ال-CO3 نيح رجعنا هون كيف كبين الهايدروجين في شغلة ثالثة الكلية كما ممكن تعملها التخلص من الهايدروجين هو تحويل ال-NH3 لل-NH4 وهي هاي آلية مهمة جدا NH3 بتكون سالبة ال-NH4 هي إيجابية فهذا كيميا كانت طويلة في عندك ال-Glutamine بتحول ل-Glutamate بعدين بيفوتوا بحلقة Crips وبيطلع منها ل-Glucose المهم بنهايته إنه الكلية بتاخد هال-NH3 مع الهايدروجين وبتكبه بالبول عن طريق ال-NH4 يلي هو آلية مهمة جدا للتخلص من الهايدروجين فعنا ثلاث شغلات نحن الكلية ممكن تطرح الهايدروجين لحاله ممكن تتبادل الهايدروجين مع السولجوم وتفوت سولجوم بايكارب والأهمية الأكبر هو إنه ينطرح ال-NH3 ب-NH4 طب هلأ خلصنا بس الفيزيولوجيا هاي بنرجع لهاي وقت نوصل للحماض الأنبوبي الكلوي هلأ وقت يصير في عنا فات مثلا حمض كتير للجسم أو قلاء كتير للجسم في شي اسمه دوارئ بالجسم يعني دوارئ يلي بتحتوه هالحمض أو القلاء بشو ما يصير في عندهم مريض اختلال كبير بال-PH ففي عندك أول خط للدفاع اللي هو chemical buffer اسمه هادو اللي يعملون خلان ثواني يعني ثواني إلى دقائق بيكونوا تفعلوا واحدة من بيناتهم هي البايكاربونيت buffer system يلي حكينا عليها البايكاربونيت بالدم إذا عطيتهم كتير هيدروجين آينز ضغل البايكاربونيت بتتحد معه بتساوي متل ما حكينا H2CO3 بيصير CO2 ومي في عندك الفوسفات buffer system هلأ بالسائل الخلالي والدم في البايكاربونيت system جوات الخلايا في عندك الفوسفات وفي عندك البروتينات هي إذا فات الهايدروجين لجوات الخلايا ما تصير الخلايا كمان حمضة كتير الفوسفات والبروتينات يلي جوات الخلايا ضغل بتتحد معه بيعملون H2 لحتى لحتى تعدى نسبته الحموضة فالبروتين والفوسفات بيشتغلوا جوات الخلايا البايكاربونيت غالبا بالسائل الخلالي والدم هدول خلال ثواني متل ما أنا خلال دقائق المعاوضة التنفسية تبدأ خلال دقائق وتستمر لساعات متل ما حكينا إذا حطينا كتير H بيتحق مع CO3 بيعمل H2CO3 بيطلع هذا بيسموه البوفر أو الدارة التنفسية هلأ الكلية لتبلش الشغل تبعتها الكلية بتتأخر الكلية ممكن تطرح الهايدروجين أو ممكن تحبس البايكاربونيت لحتى تعدل حموضة أو القلاء وإنما عمل الكلية يبدأ خلال ساعات بيوصل 24 ساعة بيبلش تشتغل ويستمر ل3 ل5 تيام لحتى نلاقي التأثير النهائي فالكلية بتأخذ وقتها طيب هلأ الشغلة تانية بدنا شوي يميز بيناتهم في شي اسمه acidosis في شي اسمه acidemia acidemia هي حموضة الدم acidosis هو الحماض هلأ ليش منفرق بيناتهم لأنه أنا إذا قلت لكم والمريض تبعاته الPH 7.1 هذا عنده acidemia هذا عنده حموضة الدم ما هيك بأن إذا قلت لكم عنده acidosis هذا ممكن يكون عنده مثلا حموضة استقلابية بس بجوز في عنده قلاء تنفسي ومن اللي بيغلو بعد تاني ممكن يوصل الPH أعلى أو أوطى أو من اللي بلش قبل فالacidosis هو عبارة عن اضطراب ممكن يكون في عنده واحد عدد اضطرابات بنفس الوقت ممكن يكون في عنده حماض استقلابي وحماض تنفسي وقلاء استقلابي متل ما حنشوف بعض منا فممكن يكون عنده أكتر من يعني استقلاب ما نو ضابط نفس الوقت بس بالنهاية بدي يكون في عنده يا حموض الدم يا قلاء بالدم يلي هو الPH يعني ما بيهمني بالنهاية أوكي عندك كذا اضطراب النهاية شو صار عندك الPH 7.1 معنى عندك حماض حموضة الدم فهيو هذا التعريف بين الاسيديميا والاسيدوسس إذا زاد CO2 CO2 بدي تفكروا في كأنه حمض فإذا إنالكم زاد CO2 بالدم ضغري منفكر إنه واحد صار في عنده حماض هو هذا بيكون حماض تنفسي إذا زاد H بالدم معناها نقص البيكاربون هذا بيكون حماض استقلابي بل نقول على استقلابي دائما منطلع على HCO3 وإذا إنه تنفسي دائما منطلع على CO2 نفس الحكيم ينطبق على الالكالوسس إنه يصير في عندنا قلاء ولا إذا قلاء الدم نفس الشي إذا نقص CO2 إذا تنفس المريض بسرعة بيصير في عندنا قلاء تنفسي وإذا زاد البيكاربون أو راح نحكي عليها هي الاناين gap يلي دائما العالم بيخرجتوا فيها هي الصعبة بالنسبة للحماض لإستقلام الاناين gap يلي هي وفجوة الشوارد السلبية شو معناها هلا في عندنا نحنا شوارد إيجابية بالدم شوارد سلبية بالدم مفروض يكون الرقم متعادل بين الاتنين إذا زادت واحدة إذا زادت هاي بده تنقص هاي أو زادت هاي بده ينقص هاي وهاي بده يكون في عنا هاي معادل له الرقم معظم الشوارد السلبية هي صوديوم مشان هيك إمن البقاء يالا في عندهم طبعا في الكنسيم والكاسيم والماغنيزيوم يدي هي نسبة قليلة كتير فنحاول نتنساها مناخد الصوديوم الرقم معظم الشوارد السلبية هي بيكاربت الدم مشان هيك هي منتبه هاي هي اللي بسميها فجوة الشوارد السلبية الطبيعي هو بيكون بين 10 و 12 معظم بالأحوال العادية الشاردة السلبية الكبيرة هي الألبيومين الألبيومين اللي هو شاردة سلبية هو بيكون معظم الفجوة هلا إذا نقص الألبيومين بالدم إذا نقص الألبيومين مفروض نعاود نحنا وقت من نحسب الفجوة نحنا عادة نحسب السوديوم منقيم منه البايكاربينت والكلورايد ومنقول هاي الفجوة اللي طلعت معنا 12 هلا إذا الألبيومين واحد مريض كتير وألبيومين تبعه مثلا الاثنين أو نقول الثلاثة عواد ما يكون أربعة مفروض نعاود بالحسابات تبعاتنا إذا عملنا بس السوديوم ناقص البايكاربينت والكلورايد بتطلع نحنا عنا الفجوة قليلة معنا هي مفروضة تكون الفجوة كبيرة فكل ما بينقص الألبيومين بدرجة عن الأربعة منزيد 2.5 للفجوة مشان نحصل على الفجوة الحقيقية أوكي إذا كان الألبيومين المريض تبعاته 2 عواض ما يكون 4 2 مضروب 2.5 منضيف عليها 5 معناها مثلا إذا حسبت معنا نحنا الفجوة عم عفو أنا مضم زيد عليها إذا حسبت معنا نحنا الفجوة 7 بس الألبيومين تبعه 2 مفروض نضيف عليها 5 لأن تكون الفجوة الحقيقية هي 12 أوكي وإلا نحنا عم نقول أنه معناها الفجوة لسا تطبيعية مع أنه ناقص الألبيومين وفي لسا شوارد سلبية ما عم نحسب الأحساب فأول الشغل نعمل أنه متى ما نحسب الفجوة الفجوة الشوارد السلبية منشوف الألبيومين ومنشوف إذا عاوضنا عنه ولا لا هاي بالحسابات مو بالقياس نحنا نرجع منعيد أنه اللاب ممكن يعطينا الفجوة بس نحنا وقت منحسب حسابات على الشوارد اللي بتعطينا ياها لازم نعاوض عن الألبيومين هلأ هذا المخطط بتشوف فوه كتير وأنا بحقيقة ما كتير بحبه لأنه بضوع شوي بس يعني دائما كل ما فتحته كتاب بتلاقي إذا لقيته هون على X axis بحط pH تبع الدم مثل ما هو شوف أنه pH الطبيعي 7.4 حطي أنه هو هذا normal على اليسار البايكاربينت بالدم يلي هو مفروض الطبيعي 24 وسطيا والCO2 يلي هي مفروض تكون 40 هدول الأرقام اللي طبيعية منيح 40 24 7.4 هلأ إذا شفته metabolic acidos إذا في عنا حماض استقلابي طبعا حماض معناها pH نازلة منيح مع عدد 7.4 نزلة pH وبما أنه حماض استقلابي معناها البايكاربينت كمان بدا تكون نازلة ما هيك CO3 هي اللي بتعبر عن الاستقلاب فإذا اثنين هدول نازلين شو بيصير بالPCO2 تلاقيها نزلت مع عدد 40 نزلت لل20 لأنه المريض عم يحاول يعاوض طبعا المعاوضة بنخليها بالنا أنه ما بترجع pH للمستوى الطبيعي تماما يعني إذا كانت pH عنا 7.3 والمريض عم تنفس لو تنفس لحلالة 20 ما بترجع لل7.4 تماما ممكن تطلع 7.35 7.36 بس ما بترجع لل7.4 وبالمعاوضة فقط مو ممكن تقلب pH منيح هلا إذا في عنا واحد عنده حماة استقلابي بتصير زنمي بتنفس بسرعة 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 عواد ما pH تكون 7.2 7.3 وممكن تكون 7.3 5 ما فيك تقلب لل7.5 هلا إذا الواحد عنده أمراض تانية إذا في عنده قلاء استقلابي لأنه عم يتقايا كتير مثلا وإذا في عنده فوق مننا نقول شغلة تانية استقلابية كمان قلاء زايد أو عطينا مثلا نقول كتير بايكاربونت هاي ممكن تقلب بقى pH تطلع نحكي على معاوضة الجسم فقط pH ما ممكن تقلب ممكن ترجع حوالي الحدود الطبيعية وإنما لا تصل إلى الحدود الطبيعية ولا تتعدى الحدود الطبيعية إذا تعدت بيكون في اضطرابات تانية وليس المعاوضة فقط نحنا هون عم نحكي على المعاوضة اللي هي معاوضة هلا ليش نحنا ليش عم ظن نحكي بالحماض والاستقلاب لأنه الحماض إذا صار في عنا حماض عالي ممكن يأثر على الجهاز العصبي بيتصبط الجهاز العصبي بيصير في عنده المريض وهن بصير في عنده تختلاطات بالدمار ممكن يفوتوا بكومة ممكن يموت وبالمقلوب إذا صار في عنا قلاء بصير بالعكس بيتنبه الجهاز العصبي بصير في واحد عنده خدر معظم هو الخدر والهدول من الكالسيوم مثل ما قلتلكون إذا صار في قلاء بتقوم الكالسيوم بيتحد مع البروتين فبينزل مستوى الكالسيوم الشوارد في الجسم بص في عنده مثلا ما يتراف وهدول تبعات التكزز والخدر والمصل السبازم الكوزاز اللي بيصير في عنده أحيانا ممكن يصير في صرع بقى كمان بيفقدوا الوعي ممكن يموت مشان هيك نحن نحن قلاء وإستقلاب مهمين ما نساويهم هلا خلينا نبلش بالأمور هلا خلصنا شوية فيزيولوجيا هنحكي هلا عن الأمراض يلي بتصير كل ما منشوف نحن في عنا مشكلة بالحماض أو الاستقلاب مفروض نجاوب ثلاث أسئلة كل مرة واحدة من بيناتهم هي إنه شو يلي عننا نحن بشو عما المشكلة اللي قدامي هل هي حماض أو هل هي قلاء شو المريد عنده أسيديميا والألكاليميا ما هيك نطلع على البي ايتش لأنه مثل ما قلنا البي ايتش لحالة ما بترجع لحدود طبيعية فإذا تنزلة تحت السفر سبعة أربعة أو سبعة ثلاثة خمسة معاوض ما هيك عم نعاوض هلأ المعاوضة يا ترى كافية ولا منة كافية صار في عنا حماض مفروض الريئة مثلا تبلش تصير فيه تنفس سريع يا ترى هذا التنفس السريع مفروض يوصل الCO2 مثل ما حكينا مثل ما شفنا بالغرافة اللي كلكم أكتر بحبه إنه مفروض مثلا تنزل الCO2 لمستوى 20 في يا ترى نزلت الCO2 لعشرين عند المريض ولا ضلت الثلاثين فالمعاوضة مناسبة ولا ما لمناسبة والشغلة الثالثة دائما برنا ننتبه شو هو فجوة الشوارد السلبية ليش لأنه فجوة الشوارد السلبية هي اللي بتكتفلنا إذا المريض عنده اضطرابات ثانية ولا اضطراب واحد شو معنى هلأ مثل ما حكينا إذا في عنا حماض استقلابي بدا تكون الPH نازلي والبيكاربونات نازلي قلاء الاستقلابي الPH طالع والبيكاربونات دائما بالاستقلاب دائما إذا نزلت هيت وتنزل إذا طلعت هيت تطلع هيت بينما بالتنفسي بيزيد CO2 بتقوم بتنقص الPH لأنه هذا كسر ما هيك يعني بتمشي هدول بالمقلوب هلأ المعاوضة تبعون هاي الcompensation نفس هذا إذا في عمنا الحماضة الاستقلابي إذا نزلت الPH نزلت البيكارب بتقوم الريقة بتبلش بتنفس بسرعة كتير 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 لحتى نزل CO2 متى ما نزلوا هدول CO2 بتخف تغير الPH شايفين ما بيجعل الطبيعي بس ما عد الفرق كبير ما عدت 7.2 صارت مثلا 7.3 7.3 5 من الميتابوليك القلاء الاستقلابي نفس الشي إذا زادت البيكاربونت يلي بالجسم بيقوم المريض بس بلاش يحبس نفسه أو ما يتنفس مثلا 10-12 مرات بنهار بس لا يعم يتنفس بس 6-8 مرات بس يحبس النفس تبعاته كمان الPH بتخف التغير تبعاته ما بتعود للطبيعي بالتنفسي بالحماض التنفسي والحماض الاستقلابي بالمقلوب بصير مثلا ما بتشوفو إذا الPH إذا زادت CO2 والPH نزليت بيقوم المريض شو بيساوي بحاول يتخلص من البايكاربونت بتقوم مشان يخفف نزليت الPH هلا إذا انتبهتوا إنه بالاستقلابي وعند كون التنفسي بالاستقلابي بتلاقي كل الإشارات بنفس الاتجاه شافين إذا نزل هاد بينزل هاد إذا طلع هاد بيطلع هاد بالتنفسي إذا واحد طلع بيقوم الثاني بينزل هون بالمقلوب إذا هذا نزل بيقوم هذا بيطلع شعني الشغلة خلوها بنخل في ناس بدقوا على شغلات أنا ما كتير صدق بدقي عليها طيب هلا المعاوضة وقت نقول المعاوضة كافية ولا غير كافية إذا كافية معناها نحنا أخذنا المعدل طبع مئة زلمة نقول أو ألف زلمة شفناهن إذا عطيناهن كذا نسبة من الحمض بتقوم الرئة بتتنفس بشكل سريع لتوصل CO2 للعشرين نيح إذا ما نزل المريض للعشرين معناها في عنده مرض تاني بجزئته تعباني معنا شغالي إلى آخره هلا في معادلات وهالمعادلات بنناها خلال سنين طويلة يعني على أشخاص طبيعيين صار في عندهم تعرض للحمض أو للقلاء وشو المعاوضة تبعاتهم يلي هو الشخص الطبيعي فهدول المعادلات للأسف بدنا نحفظهم لأنه ما في طريقة تانية نقدر نعمل حسابات تبعاتنا هي هاي أهم معادلة نسميها الوينتر فورميلا الوينتر فورميلا إذا واحد عنده حماض استقلابي يلي هو أشي عشي تعرف واحد حماض استقلابي إذا في عنده سكري إذا في عنده استقلاب كحولي أكثر شي أنتو بتشوفوا يمكن السكري إذا صار في عنده لاكتات عنده استوعية إذا عنده أستروية بتزيد اللاكتات تبعاتهم طبعا في عندنا كل هدول مسميهم استقلاب حماضي فإذا صار في عنده واحد حماض استقلابي شو بيصير متل ما أنه CO2 مفروض تنزل ما هيك بيصير الواحد بيتنفس بسرعة CO2 مفروض تكون 1.5 times مضروبة HCO3 زائد 8 هلأ في ناس بيسهلوها بيقولوا المتوقعة تكون بيكارب زائد 15 أهي ما لكسير دقيقة هي هاي الدقيقة أكتر بس إذا بتكون سهلوها عليكم حفظتوا معكم تقولوا بيكارب زائد 15 هلأ المعاوضة للقلاء الاستقلابي شو مفروض تكون CO2 طبعا إذا في عنا قلاء استقلابي المريض بدو يحبس نفسه ما هيك بيصير في عنا CO2 هي الاربعين والطبيعية ومنضيفها عليها 0.7 من ال HCO3 يلي الرقم اللي يعطونا يا بالدم ناقص الطبيعي ليه لو تكون في عنا قلاء استقلابي ال HCO3 بده تكون أكتر من 24 ما هي ممكن نكون 30 فإذا أن كانت 30 أمن منها الـ 24 اللي هي الطبيعي بتصير 6 نضربها بـ 0.7 منقول 4.3 منضيفها على 40 بتصير 44 مثلا أوكي فإذا واحد عنده قلاء استقلابي المريض بيحبس نفسه بتصير هال 40 44 فهي معادلة نحفظ الـ Winters Formula لازم نحفظها إذا بدكن تحسبوا البايكاربونت زائد 15 ممكن للتسهيل ما لكتير دقيقة وتزبط بس إذا في عندكن البايكاربونت بين 10 وال30 إذا كانت أكتر أو أقل ما بتعود هاي دقيقة أبدا مهم هالدول المعادلة نحفظها هلا إذا حسبناه نقول إذا قلتلك أنا والله هذا عندك مثلا كان قلاء استقلابي والCO2 تبعاته مفروض تكون 44 هلا إذا إسناها بالدم لقينا CO2 تبعاته 40 مو 44 شو معناها معناها في عنده عم يتنفس أكتر من المعاوضة معناها في عنده قلاء تنفسي كمان عنده استقلاب تاني غلط غير المعاوضة لأنه لو كان عم يعاوض كان عملنا 44 إذا حسبت أنا ولقيته والله لا CO2 تبعاته مو 44 40 أو 36 معناها عاوض بس كمان في عنده شي عم يخلي يتنفس أكتر من المعاوضة معناها هذا مريض عنده مرض تاني استقلاب تاني عفوا داء تاني يلي هو القلاء الاستقلابي مفرده تكون 44 ولقيت عنده عوض 44 50 ليش عم تحبس نفسك كل هالشي معناها رئته ضعيفة هذا المريض معناها هذا في عنده حماض تمنفسي غير المعاوضة لأنه بجوز هادا رئة تبعاته ضعيفة بجوز في عنده COPD بالأصل تبعاته ما 40 بجوز CO2 الطبيعي تبعاته كان 44 أما حاول يعمل معاوضة وصلت لـ 48 فمشان هيد نحن منقول أنه هالمعاوضة طبيعية إذا طبيعية بتنحق هاي المعادلة إذا أعلى من الطبيعي معناها بيكون في عندنا مشكلة تانية بالحماض وإذا أوطى من الطبيعي بيكون في عندنا عم يتنفس أكتر بين اللازم بيكون في عنده قلاء تنفسي أوكي هاي أول شغلات هلا هاي إذا حكينا إذا في عندنا الاستقلابي يعني معناها إذا المريض زدنا له هيدروجين أو زدنا له بيكاربونت أو إذا إجيت أمراض عطوته حمض أكتر أو قلاء أكتر هلا إذا في عندنا أصل المشكلة هو تنفسي متل ما حكينا إنه الكلية بده تعاود ما هيك هلا إذا صار في عندنا الحماض التنفسي يعني المريض حبس CO2 متل ما حكينا CO2 آزمة عم يحبس هذا CO2 الكلية بقى بده تبنيش وتعاود بس الكلية بطيئة فمفروض أنا إذا أقول لكم سعندي حماض مفروض الكلية شو تعمل تحبس البايكاربونت ما هيك تحبس البايكاربونت عشان تعمل قلاء من عنده فأول فترة إذا الأكيوت يلي هو خلال كم ساعة لنهار واحد الكلية بترفع البايكاربونت واحد ملي إكوذولنت لكل ارتفاع حشرة يعني إذا CO2 كان 40 الطبيعي إذا CO2 صار 50 بتقوم الكلية عواض ما تصير البايكاربونت 24 بتساويها 25 20 إذا زاد إذا صار CO2 60 بتقوم بتصير البايكاربونت 26 هاي بالمرحلة الأكيوت الحادة هلأ مع الوقت بتصير بقى الكلية بتحبس أكتر بتصير في عنا 3.5 ملي إكوذولنت لكل ارتفاع عشرة بالCO2 يعني عواض ما يصير إذا CO2 ارتفع من 40 لل50 بعد يومين 3 بتلاقوي البايكاربونت صارت 27 ونص عواض ما تكون بس 25 أوكي لأنه الكلية بلشت التعاود هلأ شوفوا إذا صار في عنا رسبراتوري ألكالوس صار في عنا قلاء تنفس مريض عم يتنفس بسرعة بتقوم الكلية بدأ تطرح بقى هال القلاء اللي عندها بدأ تطرح البايكاربونت الكلية ممكن تطرح البايكاربونت بسهولة أكتر من أنه تحبسه مشان هيك ممكن تطرح 2 ملي اكويفلنت عواض 1 خلال ساعات قليلة وبتطرح 5 ملي اكويفلنت خلال يومين 3 عواض 3.5 لأنه كب البايكاربونت أسهل من تجميعه فهي كمان بدنا نحفظها هاي المعادلة بدنا نحفظون هدول إنه 1 لكل 10 ارتفاع لل10 بالحد و3.5 وبالنسبة للقلاء التنفسي 2 خلال الساعات القليلة 5 خلال الساعات البعد من هدول بالحقيقة ممكن تكتبوا هالمعادلات أنتو تحطوهن يعني هنا هالأربع معادلات وتحطوهن ورقة على جنب بيصير الواحد وقت يعني كنا نحن نفوت عن فحص ضغل نكتبون على ورقة قبل ما ننساهن ونحطن على جنب وقت تجينا القصة المرضية ضغل نطلع على هدول مشان ما حاول نرجع نتذكر كل واحدة مبيناتن هلأ على التليفونات في تحسب لكم بس يعني هدول إذا معاوضة مناسبة ولا تفرض عن حدها حلأ الفجوة الشوارد السلبية الفجوة الشوارد السلبية مثل ما حكينا واتحطينا هدول العامودين هو عبارة عن الصوديوم ناقص البيكاربونت والكلورايد ما هيك لأنه هدول الشوارد السلبية الأساسية الفجوة الطبيعية بين العشرة والثناش ليش منطلع عليها هاي فجوة الشوارد السلبية إذا في عنا فجوة شوارد أعلى من العشرة فاصلة من العشرة أو 12 نقول إذا لقينا منسميها فجوة شوارد السلبية عالية بينما هي هاي العشرة و12 الطبيعية الطبيعية تحصل بالأمراض يلي منضيف فيها كلور أو بايكاربونت أو هيدروجين أو شغلات إذا في عنا حمود عضوية مثلا فوسفات أو اللاكتات أو الكيتونات أو هدولة هدولة بتضل الشاردة السلبية ما فينا تروح يعني ما بتصير شاردة سلبية نقول بايكاربونت ممكن تدوب بالجسم وتصير CO2 مي هي بتضل على الآن بالجسم بتقوم بتكبر الفجوة سواء منلاقي عنا فجوة شوارد عالية أكثر من 10 إلى 12 ضغري منفكر بحمود عضوية لا تنحل بالجسم يلي هي أغلبة مثل ما حكينا الكيتونات بالداء السكري اللاكتات بنقص التوعية مثلا المثانول والأثني اللي كل تسمم بالكحولات ممكن تعطيكن حمود أوكزاليك أسد أو فورميك أسد كل هدول الحمواضات بتعلق بالجسم هدول ممكن بقى الجسم يقلبون في مرحلة ثانية مثلا مثل الكيتون أول تبع السكري بيعطيكن هاي أنايون قاب ممكن تعطيكن فجوة عالية بس بعد مننا الكبد بياخد هالكيتون وبيقلبون البيكاربون بينما الفورميك أسد والأوكزاليك أسد اللي بيطلعون من المثانر والأثني ننتبه أنه في عنا فجوة شوارد السلبية يا ترى عالية ولا طبيعية لأنه بتقلنا شو نوعية الحموض يلي عم نتعامل معنا مثل ما حكينا أنه الفجوة بتتأثر بالألبومين فإذا في عنا الألبومين واطي لازم نعاوضها لحتى تطلع عنا الفجوة يلي حسبناها هلأ في شغلة بتسموها الدلتا اينايون قاب هاي بوها العالم شو هي هلأ إذا نحنا عملنا حسبنا فجوة الشوارد السلبية وطلعت عنا عالية ما طلعت عنا طبيعية اوكي إذا نقول طلعت عندي عشرين مثلا الانا ينقاب والطبيعية خلينا نقول عشرة لنسهلها معناها في عندي أنا عشرة حمود تقريبا نقول مثلا لاكتاة هدول عندي عشرة زادوا بالجسم بقى هالفرق هذا بين يلي يلي هاي الفجوة اللي عندي إياها أنا هلأ والفجوة الطبيعية نسميها الدلتا فالفرق بين الفجوة اللي عندي إياها والفجوة الطبيعية قول عندي عشر نقاط فجوة معناها عندي عشر حوامد أنا قاعدين بالدم طب هادول العشر حوامد مفروض البايكاربينت يلي هي سلبية تتحد معن لحتى تنزلن فمفروض البايكاربينت بالجسم تنقص 10 درجات إذا لقيت أنه البايكاربينت نزلت 10 درجات بقول أوكي معناها عاوضت البايكاربينت عن هالفجوة هاي إذا لقيت البايكاربينت عاوضت أكتر معناها في عندي مرض تاني هلأ خلينا ناخد مثال على هاي لأنه هاي صعبة هاي الدلتا هلأ شوف جبنا لكم هادا مريض ما حل نعطيكم قصته السريرية حعطيكم أرقام تبعاتهم شوفوا البي إيج تبعاته 7-3-4 شوية حماد خفيف ما هيك ما عوض 7-3-5 البي سي أوتو نازل شوي 35 عوض لأربعين البايكاربينت نازل شوي 22 عوض لأربع وعشرين سودوم 140 لكلورا 90 هلأ اذا طلعتوا علي هاد المريض بشو ستقول اي والله شوي طبيعي هادا ما كتير فيه شي هلأ شو المرضة اللي عنده بدنا نقول هادا حماد ما هيك لأنه شوي على الحامض عوض 7-3-4 شو عنده عنده حماد ليش البي إيج حامضة طيب شو الأساس تبعاتها حماد استقلابي ولا حماد تنفسي لا حماد استقلابي لأنه هاي نازلة لو حماد تنفسي كان السي أوتو أعلى من الأربعين ما هيك طيب معنها عنده هادا حماد استقلابي البعد منها هاي متاباليك أسيدوسي طيب شو مفروض تكون السي أوتو ها عنده حماد تنفسي عفوا حماد استقلابي مفروض السي أوتو تعاود تبعاتها ما هيك استخدمنا هالوينترس فورميلا واحد فاصلة خمسة مضروبة بالبي كارب زائد ثمانية مفروض يكون واحد واربعين طيب هاي إذا عاود البي كاربنت طيب طلعنا إحنا على السي أوتو تبعاته خمسة وثلاثين ما أنا واحد واربعين شو معناها المريض عم يتنفس أكتر من اللازم ما هيك معناها عنده قلاء تنفسي غير الحماد الاستقلابي لو كان عم يعاود بس لدرجة كانت مفروض البي كاربنت تبعاته واحد واربعين بس الزائد ما عم يتنفس أكتر من اللازم هاي مسلا وين بتشوفوها بدرجة كبيرة بالأسبرين الأسبرين بيعملكون قلاء تنفسي ما تغيب اللي بلاش بتنفس 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 بسرعة وبنفس الوقت السليسيليك آسل بيعملكون فجوة شوارد سلبية عالية فهدون المرضى تلاقي عندهم حماد استقلابي وقلاء تنفسي بس بدرجة أكتر بهيك بكتير بالأسبرين فهلأ طلعنا شفنا المريض معناها عنده حماد استقلابي وفي عنده قلاء تنفسي لأنه عم يتنفس أكتر من ال41 هلأ بدنا نشوف الاناينجاب ما هيك شو الفجوة تبع الشوارد السلبية اللي هو السوديوم ناقص بيكاربنت مع الكلوريد شو الفجوة تبعه عنده طلع 28 طيب الفجوة 28 احنا لطبيعي تكون 10 ل 12 معناها عنده فجوة كبيرة ما هيك معناها في عنا فوق هالحماد الاستقلابي العادي في عنا حماد استقلابي عادي الفجوة معناها صارنا بقى نفكر بيه أمرات تانية معنا عم نفكر بس والله عطينا سوديوم كلورايد والله عطينا تمدد أنصافي عندهم يتبادل كأسيدوس لا عنا فجوة عالية معنا بنا نفكر بقى بالأسبرين واللاكتات والسكري والمثانون والأثانون والشغلات هدون طيب هلا زلنا الفجوة اللي يلي التبعه هي 28 ما هيك هل حسبناها الطبيعية هي 12 معناها في عنا 16 حمض عما يسرح بهالدم طيب هال16 حمض هات مفروض البايكاربنت تعادلت معه لحتى ما عم نشوف نحن هالتغير ما هيك معناها نحن البايكاربنت إذا 22 هي مفروض تكون و16 واحدة نزلت منن إذا 16 واحدة من البايكاربنت راحيت لحتى تتعدل الحمض معناها البايكاربنت عواد ما تكون 24 مفروض تكون 30 ما هيك لأنه نحن عم نشوف الحصيلة النهائية الحصيلة النهائية عم نشوفها نحن 22 بينما عما نحن 16 بايكاربنت اشتغلت لحتى تاخد هالحموض الزايدة هدول معناها 16 أنا ما عم نشوفها بس مفروض تكون زادت عن 24 معناها أن البايكاربنت تبعاتي مفروض تكون أعلى بينما تلاقي البايكاربنت تبعاته 22 وعشفرين أوكي خربطوشي ولا لستاتوا ماشيين معين بهاي دكتور رونينا يعطيك العام بس المقطع الأخير التي ممكن ترجعت عادي من بشكورها اي طيب هلأ وتم نعمل يمكن أمثلة ممكن تفوت بخنا أكتر شوي بس هلأ في الـ 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 هلأ حسبنا الـ ما هيك طلعت عنا 28 هلأ وقت ارتفعت هالـ الـ ارتفعت بمستوى 16 ما هيك ما نعرف عنا 16 حمض نقول حمض حمض ما نهوي بايكاربونت ينو أوروكلوراي بده يكون حمض لاكتات أو شغلات هدولة اللي ما بتنحل بالدم ما هيك فهل هل حموض هاي اللي يعني ما تسرح بالدم مفروض البيكاربونت هي تعادلها وإنلا كيف بدا تروح هاي يعني إذا واحد ما عملنا له غسيل إذا في عنا مثلا فوسفور قاعد بالدم أو إذا في عنا لاكتات قاعدة بالدم حصيلت النهائية إنو البيكاربونت مفروض تاخدها وتتفاعل معها ما هيك معناها في عندي أنا 16 بايكاربونة يلي تفاعلت مع هالحموض هدولة لعدلتهم معناها أنا البيكاربونت تبعاتي مفروض تكون أعلى من 22 لأنه في عندي 16 وحدة ما حسبتون أنا أنا عم أشوف الحصيلة النهائية هي الـ 22 مفروض البيكاربونت تبعاتي أنا تكون 16 درجة أعلى بس هي 22 ليش؟ معناها في عندي أنا كمان فوق كل مشاكله لهالمريض في عنده كمان قلاء استقلابي بجوز يكون في عنده إسهال شديد أو في عنده معناها في عنده كمان قلاء استقلابي يعني هذا المريض عنده أربع أمراض مع أنه بتشوفوا أرقامه تقريبا طبيعية عنده متابالك أسيدوس عنده حماد استقلابي عنده معاوضة تنفسية بس عم يتنفس أكتر من اللازم صف عنده قلاء تنفسي بعدين وقت شوفنا من الـ آيين جاب في عنده هاي آيين جاب أسيدوس عنده قلاء عالي الفجوي وبالقلاء عالي الفجوي مفروض كانت البايكربونيت تكون أعلى من 22 لأنه في عندي 16 وحدة ما حسبتون أنا مفروض زيدن هدول على 22 أو زيدن عن الطبيعي اللي هي 24 مفروض يكون بالنسبة عنده وياهن أعلى لأنه في 16 واحدة ما شفتون أنا بما أنه البايكربونيت ابعته 22 معناها في عنده كمان قلاء استقلابي والقلاء الاستقلابي غالباً بيكون من الاسهال أو صعبة شوي معلش هيا هلا أفو عنها هيا وقت نوصل للمشاكل منرجع منعيد عليها هيا 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 الآن دائما صعبة خلينا نكمل هلا على هدول واتم نعمل الأصص السريرية بتشوفوا كيف بتضبطوا شوي أوكي هلا هيا هيا هدول هيا 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 شو أسباب شو سبب هلاحظ مرأنا عن الحماض نحنا والاستقلاب والقلائي والتنفس شو الأسباب تبعاتهم أسهل شي هي الأسباب التنفسية لي لأنه في واحد عنده حماض تنفسي يكون يحبس نفسه يحبس COPD يعطينا أدوية بتشل التنفس يعند ARDS وبالمقلوب الألكالوسس عم يتنفس أكثر من اللازم ليش يكون عنده نقص أكسجين إذا عنده مرض مرض بالرئة أو او بالارتفاعات العالية نقص الأكسجين بصير بتنفس أكثر لازم إذا في واحد عنده قلق عم يتنفس بسرعة كتير في حرارة بصير بيتنفس السليسلات مثل ما حكينا السليسلات لحالة بتعمل تهيج للجهاز العصبي فبيصير في عنا تنفس تريع بعدين بتعمل استقلاب حمضي السيروس تشمع الكبير نفس الشي الإنتانات بالعصيات السلبية كمان بصير في عنده المريض بتنفس بسرعة هدول هدول سهلين للأمور التنفسية يا المريض حبس نفسه في شي بريئته يعني يتنفس بسرعة بده أكسجين أكتر أو في عنده حرارة وإنتانات وخمج شغلات هدول منعرف الحماض الاستقلابي هذا اللي صعب شوي هلأ في عنا هاي انايون غاب متابوليك اسيدوسيس متل ما قلنا هدول في حموض لا تنحل بالدم هي اللي بتعطينا فجوة الشوارد السلبية العالية واحدة من بينات هدول منتسميه مض يعني المض اللي هو وحل أو طين وال مض كومة منسميها كومة وحل مش عندنا تذكر أول الأحرف تبعاتنا الميثانون اللي هي واحد من الحمود هلأ بنحكي عليه شوي هذا الميثانون إذا واحد تسمم فيه ممكن يأثر على العصب البصري المريض بيعمى بقى الميثانون بيتحول ل واحد من الحمود اللي الجسم ما بيتخلص منه بالدوغسين اليوريميا اليوريميا إذا بالمتطور الحالات المتطورة مو أمراض الكلية الخفيفة لأن أمراض الكلية الخفيفة بس ما فينا تطرح الهايدروجين مثل العالم بس بقيت الحمود مثلا خاصة الفوسفات والشغلات تطرحون بينما زي صار في عنا تقدمت الأمراض الكلية سها في يوريميا متقدمة بس في كل هالحمود العضوية هدول ما تطرحون الكلية بيصير المريض في عنده حماض شديد مشان هيك بدون غسيل كل كل مرض هالغسيل عندهم حماض فالمثانون اليوريميا الدياباتي كيتو أسيدوسس الحماض الكيتوني السكري كمان مثلا بتطلع الكيتونات كمان هي هيدا شري سلبية متما قلتلكون الجسم هاي بتخلص منها فهاي ما بدي غسيل كلية البروبيلين غلايكول كمان هدا واحد من الحمود كان يسمو برالديهايد هلأ صار واحد من الحمود كمان لا بتخلص الجسم منه في بعض الأمراض الاستقلابية ممكن تعمل كمان حماض عالي عالي ما يمكن ما بتشوفوا لواحد من بيناتهم لاكتاك أسيدوس بتشوفو كتير هلا بحالات اللي عنده ضغط شرياني واطي كتير اللي عنده نقص توعية اللي عنده مثلا أمراض بجريان التوعية مثلا للرجلين المرضى السكة اللي بصير في عندهم غانجرين ما في عندهم هدول أو بالهرس العضلي تلاقي هدول اللي بصير في عندهم حمض لاكتاك أثلين غلايكول كمان واحد من الحموض الأثلين غلايكول والمثانول دائما منحطن مع بعض هدول لأنه تنيناتهم حموض ممكن تكون مميتة تنيناتهم يحتاجوا إلى غسيل للتخلص منهم واحد بيدرب الكلية بتطلع الأوكزالات بتخرب الكلية واحد بيروح العصب البصري فهدول اتنيناتهم دائما نحكي فيهون والشغلة التانية يلي منميزون فيه شي اسمه Osmolar Gap اللي هي الحلولية بتعرفوا شو الحلولية بالجسم ما هيك يعني الحلولية عدد المواد المنحلة منقول بالمليليلتر تبع الدم يلي معظمها بتجي من السوديوم والسكر واليوريميا فإذا بكنت حزبوا أنتو حلولية تقولوا 2 مضروبة بالسوديوم زائد السكر يتقسيم 12 زائد اليورية تقسيم 2.2 تعرفوا هاي المعادلة ما هيك أي حساب الحلولية ما بقى إذا تعرفوا أي تمام هاي 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 وقتم نحسوا بالحلولية هلأ إذا بعثناها للمخبر وقصنا الحلولية بتكون في معناها مواد تقيلة ممكن تاخد مساحة من الحلولية وإنما ما عم نحسب أن إحنا بالمعادلة فبيكون في عندك المثانول والأثنية الجليكول هدول بيعملو high osmolal gap إذا إذا اللاب بيعطينا الحلولية تبعت جسم عضا تكون مثلا 250 90 تلاقيها 300 لأنه هدول بيكون في عندهم high osmolal gap خاصة هدول الاثنين بالذات هاي واحدة من الشغلات اللي منفرقون هلا أنتو بعرف ما فينا نقيس نحنا الحلولية بسوريا بس هون نقيس الحلولية إذا لقينا هدول الاثنين عاليين والمرض عنده المريض عنده high anion gap والحلول يعالي ضغري منفكر إنه ممكن تكون مثلا واثني glycon خاصة إذا المريض عنده قصة كحولي يعني هدو المريض ضغري هدول منبلش لهم فم epizone ونعمل لهم غسيل يعني هاي واحدة من العلامات اللي بتعطيكن high anion glycon الخلايا بتتوزع بين جوات الخلايا وبرأة الخلايا بتقوم ما بتعطيكن أوزمولية عالية بالبلازمة بينما المثانول والأثني الگلايكون بيعطوا أوزمولية عالية ما بفوتوا جوات الخلايا بيضلوا قاعدين بالدم مشان هيك بيعطوا أوزمولية عالية هدول الشغلات الكبيرة يلي بتعطينا high anion gap تكون في عنا فجوة عالية الشوارد السلبية ضغلة بكون تفكروا المثانول أثيرين غلايكول لأنه هدول مسممين يؤدوا إلى الموت وإنطهاب العصب البصري منفكر باليوريميا لأنه يكون مرض الكليب طبعا بيكون الكرياتنية تبعاته هذا عالي كتير السكري الحواضي كيتوني السكري ضغلة بتفكروا فيها هدول ما كنلوا الطعمين لاكتيك أسيدوسس بتشوفوها كتير خاصة إذا واحد عنده صدمة وضغط واطي الساليسيلات ممكن تشوفوها إذا واحد متسمم بالساليسيلات مثل ما حكينا بكون عنده high-n-in-gap بس في عنده تنفو السريع هلأ ال-non-n-in-in-gap اللي بيكون في عندنا حماد استقلابي بس الفجوة تبعاته طبيعية هو عادة يخسرنا بيكاربونيت يكسبنا hydrogen ion هاي هدولي سهلين هلأ إذا في عندنا كمان بنعملها used car يعني سيارة مستعملة إذا في واحد عنده إسهال ما هيك إذا واحد سفي عنده إسهال بتروح كتير ال-bicarbonate بصور في عنده حماد العالم اللي بييمولون المساني بيزرعوا الحوالب على على السيغمويد كولون بيقوم بتبلش بتنطرح منهم هدولي ال-bicarbonate بيصير في عنده الحماد السيلي administration مثل ما حكينا إذا واحد عطينا سوديوم سوائل السوديوم بتذكر وقتا حكينا أنه بتصير الخلايا مشبعة ما عد فينا تاخد سوديوم لجوات الخلايا لأنه مشبعة ما عد فينا تطرح ال-hydrogen ion وبيضل ال-hydrogen جواته الجسم بيصير في عندنا حماد فإذا ال-atromatobalic acidosis لأنه واحد عنده إماها فرط إماها هاي بتكون من السيلي بهذا إذا عطينا مثلا شوية مدرات بتروح الحماد عنده هلا ال-endocrine شغلات الغدية إذا في عنا Addison's disease Spironolactone Trientorine هدول كل الشغلات اللي ضد ال-aldactone أوكي ال-aldactone بيحبص Sodium Bicarb عفوا ال-aldactone بيحبص Sodium Bicarb وهم بيصير في عندكم قلة هدول بيشتغلوا ضد ال-aldactone بالنهاية إن كانت angiotensin 1 أو angiotensin 2 أو ال-aldactone أو اشتغلوا ضد هدول ال-aldactone هدول بيعملوا حماد لأنه بيروحوا ال-bicarbonate ال-hyperparathyroidism كمان هدول تبعت مجاورات الدراق هدول كمان بيخلي الجسم يطرح ال-bicarbonate أكتر من اللازم فبيصير في عندهم المريض كمان حمض ال-diarrhea هلا في عندكم نوعين من ال-diarrhea واحد بيسمي secretary diarrhea واحد بيناتهم ال-diarrhea عادي واحد إفرازي يلي هذا بيطلع ال-bicarbonate وفي عندكم واحد الإسهال العادي يلي ممكن يصير في بس تجفوف بأنه تلع ما يفرز مسلا ولا في عنده بس سهال عندي الكربونيك انهايدريز انهيبيتور هو هذا الكربونيك انهايدريز هو الأنزيم يلي إلنا بيشتغل على السوديوم والهايدروجين بالكلية لحتى يطرح الهايدروجين فإذا عطينا مصبت لهالأنزيم مثل مثلا ال-diamox اللي هو هذا مدر مثلا عطينا هدول ال-diamox وما بالعض بتطرح الهايدروجين بتخليها جوات الجسم بيصير في عندنا حماض أمونيوم كلورايد نفس الشي ما عاد حدا يستعمل أمونيوم كلورايد بس كمان هذا بيعمل حماض بعدين في عندنا renal tubular acidosis اللي هو شائح اللي هو أمراض الكلية الأنبوبية يلي هن ثلاثة حكينا عننون اتنين حكيت عننون شوي بالتفصيل RTA 1 2 وفي 4 ما في 3 RTA 1 يلي هو الكلية متما حكينا ما فينا تطرح ال-hydrogen ion هذا renal tubular acidosis type 1 ما فينا تطرح هذا ال-hydrogen بتقوم قد ما عطيتها انت هذا hydrogen ما فينا تنزله وتقوم بتلاقي دائما انه pH تبعات البولي اكثر من 5.3 ما فينا تحمد البولي RTA 2 الأنابيب القريبة ما فينا تمطص كل ال-bicarbonate بتقوم بتصير بتهرب ال-bicarbonate عندها قدرة معينة لمتصاص ال-bicarbonate تعرفوا كيف مثلا بالسكري الأنابيب القريبة عندها بس قدرة لحتى تمص السكر إذا مستوى 180 إذا زاد السكر بالدم صار 400 مثلا ما تقوم بتقوم بتبليش بتطرح ال-bicarbonate بالبول قد ما عطيتهم هدول بicarbonate بيضلوا بيطرحوا فان لتعاودوا عليكم تعطوا بicarbonate مستوى عالي كتير كتير لحتى تساوها أو تقبلوا إنه bicarbonate منخفض مستوى بالجسم بس هدول فينهم يحمضوا البول ال-hydrogen sodium ما فيها شي فهدول ال-pH تبعاتهم إذا عطيتوا هاي حمض يعني challenge إذا عطيتوا مواد حمضة بتلاقوا ال-pH تبع البول نزلت ما بتضل عالية وهيك بتميز ال-type 2 عن ال-type 1 هلا ال-type 4 هدا غالبا بتلاقوا بقصور الكلية خاصة عند السكريين اللي عندهم سكري ال-type 4 بشغل على الأنابيب البعيدة مو الأنابيب القريبة تبع الكلية وبيكون يا في نقص بال-aldosterone يا أما في نقص ب يا أما في شو بسموها معند معند لل-aldosterone تتلاقي هدول ال-aldosterone معنى لكون هبو في ال-aldosterone يحبش إنه هدا sodium bicarb بق يا ما في ال-aldosterone يكون عند ضواتي يا أما الخلايا ما عم ما تستجيب لل-aldosterone فهدول ال-renal tubular acidosis هن هدول تلت أمراض type 1 type 2 type 4 ممكن نعمل لون مسألة مرضية حاول تلاقوا تنييز بيناتون هلا حمض استقلابي الشائعين كتير أعطاء السيلين شائعين كتير الإسهال وشائع كتير renal tubular acidosis هن هدول الثلاثة يلي يلي ضغلي بتفكروا فيهن إذا لقيتوا فجوة شوارد سلبية طبيعية بحمض استقلابي هلا هاي إذا شوي كمان صعبة هاي هلا الفجوة بالبولة لحتى نميز إنه المرض يا ترى هالحماد هذا إذا إذا واحد إجينا عنده حماد استقلابي وما عنده فرط سيلين ما عنده فرط إماها لقيته حجمه طبيعي معنى أنا بدغري بدي يفكر إنه عم تروح يا ترى الكلية يلي عم تهرب ولا برات الكلية يلي هو غالبا الإسهال مين يلي عم يهربون إذا الكلية عم تهربون في شي اسمه الفجوة الشوارد بالكلية هلأ فجوة الشوارد بالكلية الطبيعية إنه تكون تكون سلبية ليش لأنه نحن نحن نحص بالصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد بس في عنا شاردة إيجابية نحن ما منشوفة ما منحسبة يلي هي الـ NH4 يلي قلتلكون دائما مهمة جدا الأمونيا الـ NH4 هي شاردة إيجابية نحن ما محسوبة بقى الـ NH4 مع الصوديوم مع الكالسيوم بتعادل هي غالبا الكلوريد هلأ زمانة موجودة الـ NH4 سوف الكلوريد أكتر من الصوديوم والبوتاسيوم ما هي بتكون بتصير في عنا شاردة شاردة سلبية فإذا الكلية هي اللي مضروبة بتلاقو صار في عنا رايحة الـ NH4 عم أشرحها مضبوط ألا ولا ما عم تزبط ولا ما عم أشرحها مضبوط أني أنتم بالبولة مفروض يكون في عنا NH4 زائد صوديوم زائد بتاسيوم ناقص كلوريد لأنه الكلية مفروض تعمل NH4 فإذا الكلية طبيعية مفروض تعمل NH4 وبتكون هالدول الاتنين المحصري تبعاتهم بدي يكون سلبي لأنه صوديوم والبتاسيوم أصغر من الكلوريد صوديوم وبتاسيوم وأمونيا بيعاد للكلوريد بينما إذا صوديوم وبتاسيوم لحل هنه المفروض أقل من الكلوريد فبدي تكون سلبية معناها فإذا ما عم ما نعمل إذا الكلية ما عم ما تعمل الأمونيا بضة تصير عنا الفجوة إيجابية لأنه ما في أمونيا بأذا لقينا الفجوة إيجابية معناها الكلية مضروبة إذا لقينا الفجوة سلبية معناها الكلية عما تعمل بايكاربونات صاروا هدول الرقمين أقل من الكلوريد ضبطت وصلت الفكرة ولا ما وصلت أهي وصلت دكتور المتكرافي أوكي أوكي فمعناها نحنا نتكون دائما منفكروا فيها أنه الفجوة تبعات اليورين مفروض دائما تكون سلبية بأذا ضلت سلبية معناها الكلية شغالة أوكي شغالة كلية عما تشتغل شغالتها معناها عما تروح عن طريق الإسهال أو أورنيتانية بينما إذا في عنا إيجابية معناها الكلية ما عما تساوي NH4 معناها مشكلة بالكلية أوكي بس يعني هدول تذكروهن السلبي هو الطبيعي تب هلأ القلاء الاستقلابي هلأ خلصنا من الحمض نحن الاستقلابي آخر واحد صفيت عننا القلاء الاستقلابي القلاء الاستقلابي كمان إلو بتأسم القسمين واحد بيناتون يستجيب للسلين يستجيب للمصل الملحي واحد بيناتون لا يستجيب للمصل الملحي يلي بيستجيب للمصل الملحي بيكون في عنده نقص بالحجم الدم نيح Volume Depletion المريض متجفف آخذ Lasix آخذ مدرات عنده إزهال مزمين عم ياخذ كان لمسهلات لفكرة طويلة صار في عنده هذا حجم حجم دم تمعاته متقلص تذكروا شو حكينا أنه في عندنا شي اسمه Contraction Alkalosis وتيكون الواحد متجفف بيصير في عنده قلاء استقلابي بينما إذا واحد في عنده فرط إماها بيصير في عنده حماد فهي هي نفسه هذا المبدأ إذا واحد متجفف لأي سبب من الأسباب بده تحاول يمص كل صوديوم وكل الكلورايد وكل البيكاربونات يلي عما تجي بده يحاول يمص 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 حتى يزيد دسبة حجب الدم فإذا طلعتوا على الكلورين بالبولي تلاقيها واطية لأنه عم يمص كل شي هو هذا بده يحبس قد ما بيقدير بينما إذا المريض عنده بقى هاد متى ما عطيتو أنتو مص الملحي بقوم القلاء بيروح القلاء عم يتشكل لأنه المريض عم يمص كل شي صوديوم وكوتاسيوم وبيكاربونات ما عم يدير يطرح هيدروجين لأنه متجفف المقلوة يكون المريض عنده فرط إماها يلي غالي دين بتجي يا الألدوستيرون عالي يا كوشيم سندروم يا أما رينال توبولر أسيدوس تضيق الشريان الكلوي بيعلي الأنجيو تنسين 1 بتطع للأنجيو تنسين 2 إلى آخرين نخلص بالألدوستيرون متى ما بلشنا بارترس سندروم كمان واحد من التنازرات بيعطي نفس متى كأنه في عندك كوشين سندروم مهم هادول الأمراض كلها تلاقي المريض عنده فرط إماها تلاقي في عنده عفوة مو فرط إماها عنده فرط حجم تلاقي في عنده هذا الحجم عالي بتلاقي اللي عم يحاول يطرح الكلورين يلي هاد عنده إياها هاد زعطيته مصر ملحي أكتر ما بيتضبت ما بيروح الاستقلاب عنده هادولة لأنه ألدوستيرون عم يضل يحبس السوديوم بايكارب يضل بيحس السوديوم بايكارب مو لأنه ناقصوا حجم بس لأنه هاد فعل الألدوستيرون مشان هيك حكينا أزعطينا تريامترين ولا سبيرونولاكتون بتنزيل بيصير في عنده حماد بينما هادول في عنده استقلاب بتضل هالهرمونات هاي الألدوستيرون خاصة نعم بتضل تحبوس سوديوم بايكاربونيت سوديوم بايكاربونيت بيصير في عنده استقلاب قلوي هادول بتكون تعالجوا سبب إذا كوشين سندروم بتكون تعالجوا كوشين سندروم إذا عنده هاي الألدوستيرون بتكون تعالجوا مضادات الألدوستيرون فالعلاج هو علاج السبب يلي عملو مو سوائل مشان هيك منقول هادا سيلين يستجيب للسيلين بتصلح القلاء هادا أما سيلين رزيستنت إذا عطيتو ما بيتصلح وتلاقي الكلاء اللي تبعاته هادا عالم بمعالجة السبب تبعاته هلأ في specific syndrome هادو اللي ممكن نحكي عليه هون أكتر وقت بدنا نحكي عن نعطيكم أمراض والمعالجة تبعاتها بس ثلاث وحدات هادو من نمرأ على الميثانول واثرين غلايكول والساليسيلات الساليسيلات متل ما حكينا هادا الاسبيرين التسمم بالاسبيرين بيعطينا high anion gap metabolic acidosis ليش لأنه بيصير في uncoupling oxidative phosphorylation في عمنا هادول الحلقة الكريبس هادول oxidative phosphorylation بيصير بيطلع عنا حموض حموض عضوية بقى الحموض العضوية بتعطينا high anion gap متل ما حكينا بتعمل respiratory alkalosis وسي في عنا قلاء تنفسي سريع لأنه الأسبيرين لحاله بيهيج الجهاز العصبي ما لوا علاقة بالحمض المعالجة تبعاته بدنا نعطي سوائل ومنعطي alkaline ليش منعطي هادول كتير بالقبل المناسبة إذا في عنا حموض كتير قليل لحتى نعطي bicarbonate ليش لأنه في كتير أحيانا بتحاول اتعاوض اتعاوض مثلا بالحماض الكيتوني السكري ما منعطي bicarbonate ليش لأنه متى ما بلشنا نحنا نعاوض ونعطي السوائل كتير من بيناتهم لأن السوائل بيكون المريض بتجفف متى ما بلش تعطيه انت سوائل والبوتاسيوم تبعاته ما بتلاقي غير اتصلحت الحماض تبعاته وزعاكيته bicarbonate ومتقلبه بصير لو المريض عنده bicarbonate عالي ممكن يوقف تنفسه لأنه متى ما صارت bicarbonate عالي صار عنده قلاء استقلابي ومريض بلش يحبث نفسه فنحنا كتير كتير حزيرين بإعطاء bicarbonate عن طريق الوريدي الاسبرين حالي شاز من بيناتهم ليش لأنه bicarbonate بيخلي الساديسيلات تنطرح من خلال البولي فهي واحدة من بيناتهم الهرص العضلي حتى ما منعطي إلا إذا الحماض شديد جدا إذا لقينا pH تحت 7.1 ممكن نبلش نعطي bicarbonate بس منظلم نعاير pH فنحنا كتير حزيرين بإعطاء bicarbonate IV إذا المريض ما عنده إضرار منيح بده صير غسيل كلوي لأنه ما فيك تطلع كل الساديسيلات التسممات بالكحول مثل ما حكيت لكم عندنا l-osmolar gap يلي هو القياس الحلولية بالجسم ناقص اللي حسبناها المحسوبة هي 2 sodium glucose على 18 يريع على 2.8 إذا عندنا أوزمولية عالية دائم نفكر إنو في عنا حمض عضوي عالم وتراكم دائم مفكر بال-ethylene glycol وال- والمethanol ال-ethylene glycol هو واحد من الكحوليات بيستعمل بال-antifreeze وال-radiator تبع السيارات وهي الصبت كالشيش اللي بدأ إنو why would anybody يعني ليش حدا بيتسمم فيهن كتير من الكحوليين هون بيشموا ريحتو وبيحبوها بيصير بيشربو يعني شغلة مقززة هي بس بيتسمموا فيه بالحقيقة وغالبا بيكونوا كحوليين مهم في عنا أنزيم اسمه alcohol dehydrogenase بيحولو لل-oxalic acid وهو هذا ال-oxalic acid اللي تكون الحمضة العضوية اللي بضل قاعد هذا بيأثر على الجملة العصبية بيعطينا high-anine gap acidosis الكلية بتنضرب لأنه بيصير عند ال-oxalic بتصير مثل كريستالات كلياتها بتصطم الكلية بصير عندن قصور كلوي في قبل من زمنات كانوا يعالجوا بالكحول ليه لأنه الكحول بيصير بيتنافس مع ال-ethylene glycone بيصير بيتنافس على هالخميرة هاي على هذا ال-enzyme وطبعا الكحول إذا استقلب بيصير بيوقف هاي الخميرة بيصير الخميرة عما تشتغل عالي بتترك ال-ethylene glycone هذا لحاله هلا ما عد حدا استعمل الكحول نصم خلال عشر سن ما ديار تصار في دو اسمه فيم إبيزون هو بيوقف هالخميرة هاي بيعاكسها لها الخميرة مشان ما يتحول طبعا ما بس ما بيروح هذا ال-oxalic acid بده غسيل كلية لحتى يروح بس هاي بس لنوقف يعني مشان مريض ما يموت بس بالنهاية بنعمل له غسيل كلوي الميثانول كمان نعمل الكحول التاني كمان نفسها هاي الخميرة ال-alcohol digerogenes بتحول ال-formic acid كمان بيعطينا high anine gap بأثر على العصب البسري بيعمو كان في عندكم انتو فترة الدكتور خالد عمل غسيل لكذا واحد كانوا حطينهم بمشروبات كان يبيعهم مشروبات اللي فيهن energy أو هيك شي عندكم انتو بالمحرر وكان فيهن مثل واجه ثلاثة أربعة يمكن عمي وقفة بعضون ضربة الكلية واحد بينات ممكن كان حط طبيب عمي مسكين بقى يلي لحقهم الدكتور خالد وعمل لهم غسيل مشي حالهم واللي هادو كراحوا فيها بل معالجة تبعتهم مثل ال-ethylene glycol نفس الشي كما بتاعته الفومي بيزول وبعدين بده غسيل كلوي طيب هادو اللي بقى المسائل منحكي فيهن مابعة تانية فهلأ اللي بدي ياه منكن انو ترجعوا تطلعوا على هالأربع أمراض يلي حكينا فيهن أربع أمراض شو بتتوقعوا أربع اعتلالات شو بتتوقعوا تكون ال-PH بدياكن تعرفوا انو متى ما شفتوا metabolic acidosis تغري بتفكروا انو ال-PH water bicarbonate water بدياكن بتطلعوا على هالسلايدة حتى بتقولوا metabolic acidosis الضغري أنا بقول pH عالية bicarbonate عالية بتقللي حماد تنفس الضغري بيقولك high bicarb high CO2 low pH صوفي متى ما هادول الضغري صارت عنا أوتوماتيكية بالbrain تبعاتنا الضغري منقول بقى معاوضة المعاوضة للحماض الاستقلابي بيكون في قلاء تنفسي شو قلاء تنفسي نتفث بسرعة 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 بينما زا في عنا استقلاب قلاء استقلابي عم تتراكم عنا نحنا هال bicarb بدي أعمل حمض أنا بوم بحبس تنفسي لحتى اطلع bicarb طبعتهم بينما ما بدي ضلوا تفكروا فيها تصير في عنا مثل شوية أوتوماتيكية هاي بينما زا في واحد عنده آزمة عنده CO2 عم يحبس هادا CO2 شو صار في عنده صار في عنده حمض ما هيك حمض جاي من التنفس بقى هادا الحمض شو بدنا نساوي فيه بدنا نخلص من هادا الحمض بتبلش بقى الكلية بتشتغل عليهم ازا في عنا رسبيتوري الكالوسيس واحد عم يتنفس بسرعة كتير صار في عنده قلاء بتقوم الكلية بدي تخلص من القلاء تبعتهم بتبلش تكبهم أوكي متى ما وصلنا له المرحلة صار في عنا هاي بمخنا ضغري مفروض لكلية هيك تعمل بنقول طيب شو المعاوضة هالمعاوضة هاي تبعتهم عنا هادا القلاء الاستقلابي هاد مفروض يكون CO2 ضغري بنحسبها هاي CO2 بخنا طيب هالCO2 مناسب للرقم اللي موجود عنه ازا طلع مناسب ازا عطيتكن pH مثلا 7.3 عنا حمض وعطيتكن انه البيكاربنت نقول 18 اوكي في عنا حمض استقلابي البيكاربنت مفروض تكون CO2 عفوا مفروض تكون نزلت لمستوى نقول 25 ازا لقيتو قلتلكم والله استله انا CO2 بدهم وطلع 25 قللي اوكي معناها عنده مرض واحد هو عنده حمض استقلابي والرئة عما تعاود بالشكل اللي مفروض تعاود عليه خلاص مريض عنده مرض واحد يريد هو المرض الواحد منين جاي هاد المرض ليش عنده سوف يمندور ليش عنده حمض استقلابي سوف يمنطلع الحمض استقلابي تباعه low NIN gap ولا high NIN gap اوكي ازا وصلنا low NIN gap معناها المريض عما يروح من عنده بايكاربنت عم يسرب بايكاربنت وين عم تتسرب هال بايكاربنت بالاسهال ولا من الكليين يا اما عما يحبوس الهايدروجين ليش عما يحبوس الهايدروجين لانو ما عد فينو ياخد السولديوم يكبو مشانيك عما يحبوس الهايدروجين والله عطيتو انا شي مثلا TPN في حمض مثلا HCL نقول امصار في عنده حمض به الدرجة ازا عنده high NIN gap بايكاربنت بايكاربنت انا انو مو اماها شغلات تانية بايكاربنت بايكاربنت مثانول وال إثالين غلايكاربنت او بفكر اكتر انو بالسكري طبعا يكون عنده سكر عالي او باللابتايت اللي هي حتشوفوها كتير بنزول الضغط بعد عمليات قصة النقص التوعية قصور القلب هالشغلات هدون فالضغلة بتغير لتفكيري انا ازا شفت high انا بليش بفكر بأمرات تانية مو اسهل هلأ ممكن يكون المريض عنده خاصة تبعات الحماض الكيتوني السكري هدول بيكون في عنده حماض لانه عندك الكيتون عالي بس نفس الوقت بيكون عم يتقايوا هدول بيجوكم متقايين 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 لفترة طويلة يا اما عنده ادرار بولي فضيع عمصة في عنده تشفاف بيصير في عنده تشفاف بيصير في عنده قلاء استقلابي بتقوم بتلاقي عواض ما تنزل مثلا الPH تبعاته لمستووات كتير كتير تلاقيها نازلة اقل مما لازم تكون ليش لانده عنده قلاء استقلابي من التجفو ام تغيرت الPH هلا بتضل حامضة لانه ما حكي نازل السبب الاولاني حماض المعاوضة ما بطلعوا لفوق بس اذا عنده كتير 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 متجفف وعنده مثلا كمان عم يتنفس بسرعة كتير نقول لانه مضطرب او قلق بس اذا عندكم قلاء استقلابي متجفف وزا في عندكم قلاء تنفسي عم يتنفس بسرعة كتير كتير لانه خايف ومرتعب بعدين في عندك الحمض ممكن تلاقوا الPH طالع تقريبا للحدود الطبيعية مع انه في عنده حماض شديد بقى بدكم نتبلش وتميز وانه يا ترى عندي مرض واحد او استقلاب مرضي واحد ولا عدة امراض استقلابية فاول شي منقول شو هو المرض الاستقلابي تابعته حماض استقلابي عال شو المعاوضة تابعته المعاوضة تابعته رئوية مفروض تكون CO2 كذا كذا منحسبها من الوينترس فورميلا اذا لقينا CO2 استناها بغازات الدم قريبة من هالرقم يعني بخلال درجتين انقص درجتين ازياد خلاص منقول هذا عنده مرض واحد الكلية عم عفوا الريئة عم تعاود بشكل طبيعي خلصت ما منطلع اكتر من هيك هلا اذا لقينا نفس شي اذا لقينا الهيدروجين ايون عم تعاود عويدهم كمان اذا لقينا شو مفروض البيكاربونيت تكون اذا لقينا البيكاربونيت للرقم اللي موجود اذا حاد او مزمن لقينا هزبطط اثنين لكل عشرة او خمسة لكل عشرة منقول اوكي خلص هذا صافي عندهم مشكلة اساسية تنفسية الكرية عاوضت خلصت خلال هالقصص هدولي نحنا ما انتبهنا لانه انا بس عم معالج نقول السكري تبعاته او التمدد الحجم اماها تبعاته بس المريب بنفس الوقت عنده اللاكتات عالية لانه ما عم يصل ضم للرجل مسلا او ضغطه كان واطي ما انه عنده اماها بس يكون عنده اللاكتات عالية اذا اللاكتات عالية بننتبه انه ليش نقص التوعية وين تنقص التوعية يترى المريب ضغطه واطي كتير لازم زد له ادوية يعني ال pressers الادوية اللي بتعالج الضغط طبعاته ولا معمي صل التوعية مسلا للرجل عم بدي يصير عنده قانجرين عم يعمل يعمل لاكتات مسلا مفروض ننتبه بقى هاي للأناين قاب هاي موجودة هلا الدلتا أناين قاب هاي بس لحتى نحسب انه في مرض تاني او مرض ثالث ورابع ولا بس واحد بين بالحقيقة متى ما وصلتوا انتوا لمرحلة انه الناين قاب الدلتا انا قاب لتعطيكم كمان مرض رابع هاي شوي فزلكات بس لنحسب انه في شغلة تانية مو ضبطة للرقمة اللي بدنا يات بس الدلتا بيحبوها لن بيحبو يحطوها بالفحوصات بس بالحقيقة مانة كتير كتير مهمة الاهم منها انه نلاقي اذا في مرض تاني ما انتبهنالو وبدو معالجة غير معالجة المرض العادي معالجة السكري مسلا ما بدو باي كاربونت اذا اللي غسيل مشان هيك يعني هالشغلات هدول حطيناها متى ما وصلتوا هدول بتبل شو بقى بتشوفوا انه السبب التنفسي متل ما حكينا السبب التنفسي عادة سهل بينما الحماد بنانتبه انه high NIN gap ولا normal NIN gap المعالجة تبعاته منشوف انه اذا NIN gap طبيعية يترى من الكلية ولا من الاسهال لان اذا الاسهال معالجة سهلة من نوقف الاسهال من العالج المرض اللي سبب الاسهال اذا من الكرية غالبا الكرية بتكون امور ام بتكون وراسية اذا المريض صغير بالعمر او ممكن يكون واحد عنده مايلومة مثلا او فانكوني سندروم يلي يلي بيطرح مو بيطرح حموض امينية وبيروح الفوسفور من عنده هالشغل هات ممكن توجيه لامراض ال رتي اي تاي بيطرح عنده باللوپس بعض الامراض الرساوية ممكن تعطيها فممكن هاي اذا امراض ممكن تساويها وبتير احيانا بتكون وراسية هدول بس بيكون المريض عنده شغلة مثلا مخباية او بيكون مرض وراسي خفيف بس بتجي شغلة تانية بتنكشف القصة تبعاته ممكن تكون بتورجينا اعراض مهم فينا نميز انه جاية من الكلية اذا لقينا الانا ينقاب تبع ال يورين اذا لقينا ايجابي عواض ما يكون سلبي ما هالكلية في اشي اذا لقينا ها سلبية اللي هي طبيعي بتكون غالبا منسهل او تروح بارني تانية مثلا بول نقول اذا في شي القلاء الاستقلابي دائما مشوف انه يا ترى البريد الحجم الدم عنده متمدد او متجفف هاي طبعا اعراض سريرية بتعرفوها انتو نقص الضغط والشغلات هدولة لازم تجفف الجسم مكرعش واخره وغالبا بالكلور بتلاقول فمتما بلشنا هدول بنصير بقام نقول اوكي هيك بدنا نعالجها هيك نعالجها ف هارس بتقول احد دكتور واسيم انت بتقلي بدنا نعمل بدنا نعمل امراض سريرية يعني اكيد بدنا 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 نعمل عدة امور عن الحماض الكيتوني السكري لانه هاي بتكون تشوفوها كتير فالحماض الكيتوني السكري بتشوف بتتغير الصورة السريرية من اوله لبعد منه بتبلش بتعالجه مشي شغلة مفروض مسلا تعطوه بوتاسيوم من اولها مع انه بوتاسيوم تبعه ممكن يكون عالي لانه اول ما تبلش وانت بتعالجه الحمض تبعات منضغض بوتاسيوم بفو جوات الخلايا بتلاقي نزيل لتنين فاصل سبعة وبصير في عنده اضطرابات نظم فبنا نمشي علي هون عالجنا عطينا مثلا السوائل بصير بضل في عنده مثلا حماض بس بتلاقي الفجوة عرضنا يكون حماض عالي الفجوة صار حماض طبيعي الفجوة شو بتساوي بها المرحلة فبدنا نمشي على أمور سريرية بتتوضح الفكرة أكتر نعمل شوية RTA الحماض الأنبوبي بعطيكم مثلا فكرة انه صار في عنده هالشغلة عاطينا مثلا حمض نزلة الPH تبعه ولا ما نزلة الPH إذا ما نزلة الPH ما عم يطرح الحمض اللي عطيت إذا ما قدر رح الحمض نضغلي بفكر type 1 RTA بينما زلتلكم type 2 إذا عطيتكم بالعكس مريض سكري وال الدوسيرون تبعاته عالي ال ال بتاسيوم تبعه عالي هالأ زلت type 1 وال type 2 عفوا واحدة من الشغلات انه ال بتاسيوم تبعه نواطي بينما type 4 RTA يكون ال بتاسيوم تبعه عالي فإذا عطيتكم واحد بوليد سكري بتاسيوم تبعه عالي أعراض انه مثل الدكتون تبعه هاده عالي وفي عنده حمض تب هادا شو منعمل له هادا ممكن نعطيه bicarbonate بس بدو مسلا bicarbonate نسبة واطية بينما type 2 هادو بتعطيه هون bicarbonate بضلو بيكبوهن بالبولي بتعطيه هون بيكبوهن بالبولي بتكون تعطيهن bicarbonate نسبة عالية جدا بتصلح لون بينما type 1 كمان بدون bicarbonate بس نسبة أقل بما إنهم بيكبو الpotassium بنعطيهن potassium citrate ما بنعطيهن sodium citrate بنعطيهن potassium والcitrate لأنه citrate بتتحول للbicarbonate citrate كل واحدة citrate بتعطيكن 3 bicarbonate فبتعطيكن نسبة أعلى فهالشغلات هدول نمرق عليها مع المسائل المرضية بتصير بتتوضح بتصور الفكرة براسكن أكتر شو رأيكن شو الشي اللي ما فات كتير بالمخ شو في الشغلات بتحبوا نرجع نركز شوية عليها ولا بتحبوا أنتو بستاخدوا وقت ترجع وتقروا تقروا يعني مثلا عن هدول هالاستقلابات هدول تركز الفكرة بيمخ كل بعدين وقت منعمل الأمور السريرية ممكن يتغمأ أكتر الله أعطيك العافية دكتورالينا عكلا يعني معلومات كتير الأمانة بدأ شوية على المسائل السريرية تتوضح أكتر بس أنا بدي أذكر شغلي أنه بالألبومين كل انخفاض درجة واحدة في الألبومين بنزيد الفجوة السواعد درجتين ونص درجتين ونص مشكورة دكتورالينا الله يعطيك العافية يعني معلومات كتير ومحشورة كتير بس حللتوها بمخ شوي للاستقلابي والتنفسي والمعاوضة تبعاتكم ونسبة المعاوضة ما مفروض تكون إذا ما لقيتوا معاوضة ما مفروض تكون معناها في عنا مرض استقلابي تاني ما هيك أو مرض تنفسي تاني صوفي بدنا نشوف وين هالمرض التنفسي هذا التاني وإذا في عنا مثلا مرض استقلابي حمضي عالي الفجوة معناها بندور على شغلات تانية مو الشغلات البسيطة ممكن أنه شغلات تكون بده غسيل كليه الله أعطيك العافية دكتور رينا الله يعافيكم يا رب بس بالفرط ليما لماذا بصير هم تستقلابي